كانت لديك علاقة ممتازة مع زادشي أو حتى مع رئيس الفيدريتي الأسبق أعتقد جاهز زفزاف ليس لديك علاقة حاليا مع وليد صادي شوف أنا باش نكون منصف وراني هنا باش نتكلم الحقيقة أنا في أواخر أيام شهر رمضان ربي شاهد بليك جينا لهنا باش نتكلم هل يريد أن نختم معك البرنامج؟ إن شاء الله الحصة الأخيرة في هذا الشهر الفاضل أنا حتى روراوة ما عنديش مشكل معها روراوة ولا تشفى حاكم كنا في الحصص نتكلمه على رئيس الفيدرالية محمد روراوة بالمناسبة التقيته في فترة أخيرة وقد يكون ضيفا من الضيوف في الإنشاء الله نتكلمه رياضة أنا نتقد المواقف نتقد السياسات نتقد حاجة ماشي مريحة أنا قلت لك أنا رأني دينانسياتر مرانيش محلل أنا معروف عني أنا ما سكتش اللي يغلط يخلصها يخلصها رياضية أنا ما نمتقدش لأشخاص الحمد لله العلاقات مواقف أو توجه شوف داروا لليتيكت قالوا كي يخدم رزدشين أنا شوف رزدشين هذا والله العظيم ما كنتش نعرفه هكذا كي ولا رئيس الفيدرالية يعني الخطأ الأول يعني مرحمته وش فالله مرحمته وخير دي رزدشين عرجب الكارس ضايرانيس متو الكاترس صحيح قلت لأونيرجونس لازم يتحاوز لو طرين هذا وشان أنا مرانيش في كرس المحاولات فعلا ودفعت عن ماجر في وقت ماجر دفعت عليه بيانسير ماجر نهار ولا أخير دي رزدشي داروا داروا يعني كونسيي تاعوا نعم زعفت قلت لك ماجر ماشي كونسي ماجر ماشي في البيرو ماجر مدرب ماجر مدرب ونهار داروا مدرب يعني داروا سياسي يعني ماشي خيار تعرف فيدرالية دوك ما حبيش ما نحبش نتكلم على ربح ماجر لأن المواقف انتاقي كان ثابت أنا هذا المدرب الشعب الجزائري قع كان ضد وأنا كنت ما تتراجعش على مواقف حتى ولا كانت خاطئ جامع حتى ولا كانت خاطئ بيانسير نخطئ نخطئ على قراءات بيانسير نخطئ شعور الله ديكتير إملأ لا تقدرش تكتب كتاب بدون أخطاء من المستحل وكانت تكون فيكتوريغو كما يقولون لكن هذو اللهم يقولون بلليك مصطفى معزوزي يعني عنده علاقات مميزة مع رئيس خير الدين زرشي أنا نتشرف وكان يعني نتكلم على هذا الشخص كإنسان إنسان محترم كرئيس فيدرالية التاريخ سوف يشهد له هكذا يشهد له بلليك فاز بكأسي فريقية وحتى هذا الفوز مسكين عناي ما خلوه وش يفرح بلليك في وقت في وقت وكان حراك المبارك كان حراك بلليك استقبل الفريق الوطني استقبل الأبطال لكن صارت صارت حاجة خريبة جدا عناي قصاوة من حفل تتمنى لو يعود بلليك بلليك المغرب في قطر لأنه هذا يعني تصل لنهائي كاس العالم ما مدام نقول لك حاجة والله العظيم كانت عندنا يعني للشانس وين ندخل التاريخ تفوز بكاس العالم مثلا لما لا لما لا كنا أحسن من المغرب تقنيا بدنيا تاكتيكيا كانت عندنا وشوف الجمهور الجزائري اللي يروح للضحى سوف يصنع المعجزات لكن حرم علينا نقول لك لوكا 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 ما نقول لي وش بس حبيت نقول لك بلليك هذا رئيس هذا الرئيس تعرض لحملات شرسة تعرض لحملات إعلامية غير بريئة